اهلا بكم مرة تانية مع كابتن ناسر عبرقوف والحالات التحكمية التي حدثت في اللقاء اليوم بينها الزمالك والشباب والزداد كابتن ناسر اهلا بكم كابتن طارق نورنا بنا كابتن طارق فضل كابتن في البداية كابتن طارق احنا عندنا نهاردة مباراة او مباراة في دور المجموعات وده من كنا بنتكلم ان دور المجموعات بيتلعب للأسف من غير تقنية الفار وقلنا ان ده بيهدر يه السابق عنديا كتير اه قلة الامكانيات في القارة يعني عشان نبقى تهدر افريخي عنده امكانيات ضعيفة كابتن بياخد فلوس قدي كده يعني قلة الامكانيات هي اللي بتخلي ان مش كل الدول عندها التقنية دي ومن فترة طويلة من سنتين برضو في نفس المكان كنا اقترحنا يا جماعة حاولوا تعملوا غرفة مركزية سواء في القاهرة او في المغرب او في اي مكان بحيث ان هي المباراة اللي هي بتتلعب في مناطق ما فيهاش تقنية الفارد بصفة مستمرة يكون فيه غرفة مركزية اللي هي بديل الغرفة الموجودة جوهة الاستاد او العربية زي ما احنا بنستخدمها هنا في مصر يعني ممكن ده تعمل والله كل حاجة ممكن تتعمل يعني العالم كله بيعمل كل حاجة وبيصرف احنا البطولات الافريقية ليها رعاة وليها ارادات وليها حقوق بس وحقوق رعاية اقول لي عندها كتير يعني ده شيء مهم لان ان ده عانت منه السنة اللي فاتت ومن ضمنها الزمالك في نفس تقريبا الدور وفي نفس تقريبا البداية في دور المجموعات برضو كان نفس المشكلة النادي المصر عانى منه برضو الموسم اللي فات او قبل اللي فات فيعني نتمنى نتمنى ان يكون ده موجود لانه بيبقى فيه حقيقة بعض الزم وانا بتكلم انا مليش دعا بالمستوى الفني انا بتكلم تحكيم النهاردة طاقم التحكيم سنغالي بقيادة عيسى سيهي هو سنه 38 سنة الحقيقة لما يعني حاولت كده اشوف السي بي بتاعته ايه السي بي بتاعته ما هياش قوية احنا بنتكلم في واحد لعب تقريبا مباراة او اتنين في دور الابطال بنتكلم انه هو راح بطولة الامم 2019 لعب بباراة واحدة مرحش بطولة اللي بعدها فده بالنسبة لي علامات استفهام وخاصة ان احنا دايما المطشاط بتاعة شمال افريقيا كلها دربيات ودايما بيختروا لها احسن الحكام وافضل الحكام سواء بقى مصر مع تونس مصر مع الجزائر الجزائر مع المغرب وهكذا مشوار الزمالك تحكميا وافتكر الكلمة ده كبتنطاري حيبقى صعب مشوار الزمالك تحكميا حيبقى صعب ليه؟ حنشوف يعني الفترة اللي جاية حنشوف يعني افتكر الكلمة دي ليه بتقول كده يعني؟ ليه انا متخيل كده وانا متوقع كده يعني انا متخيل كده متوقع كده عندي اسبابي عندي اسبابي ولكن حقولها في وقتها لما تحصل الاحداث اللي انا متوقحة بص لك بتنطرق فلما تقول لنا دلوقتي عشان ناخد بنا ما هي ببن من أول تعينها آه نهو عين حكم خبرته قليلة في مباراة صعبة زي دي خبرته قليلة سي بيه قليل يعني دي تديك انطباع هم حيتعاملوا ازاي انت بتتكلم على فرقة بتلعب على ملعبها ومع فرقة من الجزائر بطل دور مصر بطل دور الجزائر مباراة مفترض ان هي حتبقى قوية مفترض ان هي حتبقى درب بحكم على نفس درجة اهمية المباراة وخاصة تاريخ النديم يمكن النهاردة ده يعني ما ظهرش النهاردة ان دايما المباراة الشمال الافريقى يبقى فيها عصبية ويبقى فيها تنشانة ويبقى فيها في بعض الاحيان خشونة زايدة يمكن كان ده ما ظهرش النهاردة ولكن اعتقد ان في المتشاطة اللي جاية حيبدأ يظهر الكلام ده تمام باختصار احنا ما عندناش حالات حناف عندها كتير انا بالنسبة لي عندي حالتين والحالتين دول هما المهمين بالنسبة لي رقم واحد ركلة الجزاء ويمكن هي دي بترتيب الاحداث عندنا ركلة الجزاء التمركز الحاكم هنتكلم عليه هنتكلم على وضع ايد المدافع بتاع لعب الزمالك من البداية وحنتكلم في احتمالات الاول وبعدين نشوف الصور اللي معانا حتقول لنا ايه تمام نشوف معانا كده اول صور فضل كده وحنلاقي لحظة التصويب واضحة ودنجة بدأ ان هو يرفع دريعه وحنمشي تاني ونشوف ايه الاوضاع اللي ممكن تتغير تقريبا نفس الوضع هو هو اليد بس بدأ يتعلق تاني لو انت عملها صور بال تاني معانا الصورة اللي بعدها اللي بعدها اليد خلاص كده بدأت تاخد وضعها نكمل تاني نمشي كمان ونشوف بس هسأل بقى هنا سؤال يا كابتن طارق اليد تمام بالاستنتاج والاستنتاج ده حزبط وعد كده بالصورة النهاردة الدراع مفروض بالشكل ده لما نيجي نحط احتمالات لما نيجي نحط احتمالات ان الكرة لما تصدم بالدراع ممكن تروح فين هتوقف مفيش حاجة بتوقف دي كرة من شاطة يعني هترد في نفس الاتجاه ده احتمال الاحتمال التاني يمين الاحتمال التالي الشمال بس ما تروحش جده عمرها ما تروح لورا بالزرط خلاص ده الاحتمالات اللي احنا أنا وقت كده ولا يا كابتن ممكن نشغل فيها دماغنا وبعد كده نشوف هل الكلام ده بالصورة صح والغلط ممكن يكون وضع الدراع اتغير نمشي كمان كمل 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 معنا كمل معنا كمل يا جماعة هل وضع الدراع يا كابتن طارق اتغير كابتن اه اتفضل اتفضل وضع الدراع اتغير لا بس جسم الدنجة هو لاتغير شوية تمام حودت الجسم حردت الجسم بس وضع الدراع اتغير وضع الدراع اتغير ما كانش مستقيم الاول كمستقيم بعد كده بدأ يمين شوية ناحية اليمين وفقا لحركة الجسم اللي هي ايوة موجودة طيب هتبدأ الاحتمالات اتغير اه هتبدأ الاحتمالات اتغير لو الكرة خبطت في دراعه من برد استريت هترد تاني على الملعب لو خبطت في ايده من تحت او في دراعه من تحت الكرة هترد على الارض صح لو خبطت في اي جزء من الجزء اللي هو العالي اللي هو بين لنا اللي هو مفهوش التشيرت تمام يبقى الكرة شكلها كله هيتغير واتجاهها كله هيتغير طيب الكرة في الاخر بعد الرغي ده كله انا رغيته تمام راحت فين اولا هي راحة في الجزء اللي هو نقدر نقولها عليه الكتف من وراء الكتف من وراء تمام؟ وده حيبان من قوتها الكرة لما استمرت بعد كده الكرة خارجت راكلة ركنية لو في الإيد القوة بتضعف شوية طبعاً كم تمام؟ ولو هي مسحة في أي جزء من الدراع ده تقريباً كانت راحت في نفس اتجاهها ولكن هي غيرت اتجاهها هي خوطت في حاجة جامدة أو صدمة بحاجة جامدة اللي هي الكتف والصورة دلوقتي بيأزوم تعال فكتن كمان هكامل جزئية عشان بس ما فصلش تمام؟ النهاردة ده مكان استضام الكرة حد ممكن يقول لي إيه انت موقف الكرة وهي بعيد تمام؟ لو مشينا في ريم كمان هنشوف الكرة بدأت تعالى إزاي بس لا يمكن هديجي في الإيد ما استضامتش بالدراع من أوله من أول تراتيف سابعه لغاية عظمة التركوة كل ده الكرة ما لبستش فيها كرة خطة في الكتف من وراء صح ما جدش خالص في الدراع طبعاً لو كان فيه تقنية فيديو موجودة وكان معاهم الزاوية دي كان ممكن إن إحنا نشوف حاجة يعني توضح للحاكم القرار هي فردة الإيد هي لمدية إحاق الحاكم إنها جاد في إيده طيب أنا عشان بس برضو ده ما يديش عشان الجملة دي عشان الجملة دي تحديداً أنا جاي بتمركزات الحاكم وحنبدأ برضو نشوفها بالصور هتونا تمركزاتها خلاص إيه مش ضرب إيه مجادش في الإيد خلاص إيه ما إحنا جبناها واحدة واحدة وأنا تعمدت من البداية تعمدت من البداية الرجل ده ما لعبش كرة الحاكم ده الإيه؟ الرجل ده ما لعبش كرة معاهم علش هو هو يعني إيه هو خطأ طبعاً هو خطأ كبير ما هو الصغير وخطأ أثر فيه نتيجة المباراة وده نتيجة الحاكتين أولاً أرم المسافة وسرعة الكرة الحاجة التانية وهي اللي أثرت عليه إن هو فرد الدراعة دونجا بالشكل ده تعم؟ زائد تمركزاته هو لو وقف لو وقف والكرة بتتشاط تعم؟ ممكن كان يركز الكرة راحت فيها ولكن للأسف الكرة وهي في المسافة اللي هي ما بين التصويب والاستضام هو بيتحرك وبيجري كابتن ده الراجل من قفل الخمسوسر دولي حكم أربع مطشاط أو خمس مطشاط فاهمني على مستوى الكونفدرلية والدور الأبطال قلتها في الإنترو في ثمان سنين أربع مطشاط يعني الراجل ده مثلاً نمر 330 ونت قلت نقطة مهمة جداً هو ده ممكن ما يكونش لإعلقة أويك بالطارق بالأداء الفني لأنه هو يعتبر في المطش كان ماشي كويس ولكن هو في حاجة لو إحنا جبنا تمركز الحاكم وجبنا لحظة لصدام الكرة بدونجا حالق إن لعيبة الجزائر بدأت إن هي ترفع إيديها اللي إحنا بنقولها بلغتنا وحالق طبعاً مدير فني وعارف الكلمة دي عيبة صيح هو حسب على الهيصة هو حسب على الهيصة أيها هي يعني طبعاً اللفظ ده مش إعلامي ولا مفترض أنه يتقال في قناة يعني محترمة ولكن أنا بقولها بلغة الكرة حالقاً كنت قاعد في الجهاز بتقول للناس آه خبرات خبرات لعيبة مع قلة خبرات حكم مفيش وجود الحقيقة للمسة يد مفيش وجود لركل الجزائر دي يمكن الحالة مفيش فارة كابتن الحالة الرئاسية مفيش فارة وده اللي بدأنا به كلامنا وحكررناها تاني يا رب الاتحاد الأفريقى فيما الأيام يخلي ده التمركز يا كابتن طريبوس التمركز ده شايف كابتن لا 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 في حاجة تانية ده في مشكلة إيه إن هو بيجري أنا كل ما بجري كل ما بتركيزي بيقل أيه صح والسؤال التاني هو بيجري ليه هي تصويبة بالزبط أنا بجري راح فين أنا لو قفت عشان أركز أشوف الكرة دي راح فين ما بل أنت هو أنت بوقف هنا أشايف الكرة الحاجة التانية الحاجة التانية اللي احنا كنا بنتكلم فيه لو معنا الصورة اللي بعدها الصورة اللي بعدها حتوضح لنا حاجة بص الرجل بدأ يرفع عيده آه آه اللي هو شاط الكرة اللي اتنين لعيبة التانيين اللي هم زماله اللي هم اللي لابسينه أحمر جواه المنطقة تمام بيبصوا على الكرة مش في دمكهم حاجة أيها معنا تمام كل ده هو إيه يعنيه فين يعنيه على الكرة يعنيه على الكرة تمام بعد كده حنبدأ نمشي تاني هنا بدأت الهيسة بص في اللحظة دي اللي أربعة بيرفعوا ديهم رقم 8 يالي في ظهره والتلاتة اللي حواليه بتانية رجليه بتانية دراعه الشمال مش دا الحاكم اللي متأكد من قراره هو بيسفر بينه المفروض فيه رجلي عم بإيه دا عن رجل ده تلقائي بص حاجتين يروح عامل فاتح رجله كده بغض النظر بغض النظر عن الستيل بتاعه أنا بتكلم في حاجات صغيرة أو التكنيك بس البادي لانجوش بتكلم على البادي لانجوش وده الطبيعي حالتين أو تلات حالات الحاكم فيهم بيانفعل بيبقى انتباه وهو بيحسب راكل الجزاء وهو بيطرد وهو بيحتسب هدف طيب اللي هو يعني جوه لبرا في التلاتة دول بتلاقيه هو شاد بنفسه الوقفة دي الوقفة دي مش وقفة راكل الجزاء بص التفاصيل ما بيتكلم فيها كم تنطرق تانية إيده الشمال تانية رجبته بتاعت رجله اليمين هي التفاصيل ممكن الناس تقولك انت يعني إنما دي بالنسبة لنا لا بتديني انطباع هل هو مقتنع بقراره ولا مش مقتنع بقراره هل هو شاف متأكد ولا لا كلام ده ما حصلش معاه الحقيقة نمشي الفريم معانا تاني أو صورة معانا تاني لو موجودة اعتقد اني بس دي الصور اللي موجودة دي آخر واحدة اه دي الصور اللي موجودة معانا راكلة الجزاء ملاقاش وجود هو ما شافش بعانيه الاستضام ده تم فين هو حسب على الاعتراض أو حصل على شكل الدريع بتاع بتاع دونجا ما فيش حالات تانية كابت انطرق الحاجة الوحيدة بس نحقف عندها اللعب رقم 25 اللعب رقم 25 هو هداف الفرقة وهو الاحرى ذاكرة الجزاء كان عنده انذار اللي هو استخدام دخل في عواب ودخل في عواب بتهوّف كان لازم انذار تاني انذار تاني ممكن حد يقول يما مش هيفرق ما نتيجي واحد سفر وخلاص دي آخر دقيقة ولا آخر دقيقتين تمام بس هيفرق لان ده دوري مجموعات يعني الراجل ده لما ملعبش المطش الجاي ممكن هما يخسروا ممكن ذاك يكسب مطش تاني فالدنيا تتساوى صح كده يعني العدلة ما هيش موجودة ممكن كمان المطش الجاي يعني مش المطش ده بس كمان المطش اللي جاي كان فيه لعبة للزمالك اللي هي تلعبت بالعرض وصدمت بيد مدافع الشباب والزداد الحقيقة كرة خلطت في خدم المدافع الأول بعد كده في الأرض لو اترى ده كان فيه تسع دقائق وقت ضايع يعني تبتكلم في عشر دقائق زمالك هلعب عشر دقائق زايد واحد ممكن جدا أجيب جون في التعادل في العشر دقائق دي حيبقى خطأ مؤثر في خلال التسع دقائق دول ومؤثر كمان فيه المباريات اللي جاي يعني فريق تاني هو شاب بالزداد حيلعب فريق تاني مزبوط الفريق ده اتظلم من غير من غير مشترك في الأمر هو حيلعب فرقة كاملة ما كانش المفروض ان هي تلعب كاملة بمعنى ان هي كاملة القوام يعني كاملة بالأسسيين مش كاملة 11 لعب لا كاملة بالأسسيين ولكن ده الحقيقة مش يحصل ماتش الجاي بالنسبة للفريق اللي حيلعب شاب بالزداد ومحصلش بعد زمالك فيه التسع دايق اللي كانوا بقين وركلة الجزاء زي ما احنا قلنا ملهاش أساش للصح تمام كابتن ياس اشرفتوا النور تاني يا كابتن طارق انا ما بتكلم ما بتكلمش بعاطفة ان فرقة مصرية لا انا بتكلم تحكيم فقط لا غير والصورة هي اللي بتتكلم كمام شكرا كابتن ياس انا بشكرا كابتن طارق بشكركوا شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين صورة تحيي خلص يعني لنحية نأكلنا نتمنى المكسب النهاردة لكن الاسف الشديد خسرنا المباراة خسرتها تابونت ربنا وفع في اللي قادم ان شاء الله بإذن الله ولعبت النادي الزمالك ترجع لصوابها تاني وتركز اكتر من كده ويبقى فيه روح اكتر من كده مش هو اكتر من كده سلام